اولادي وبناتي طالب الطالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم هنبدأ مع بعض النهاردة الوحدة التانية مجالات القوة في الوحدة دي هندرس ثلاث انواع من القوة اولهم في الدرس الاول القوة الكهربية طيب هندرس ايه في القوة الكهربية؟ هندرس شكل جديد من اشكال الطاقة الكهربية او من اشكال الكهرباء اسمها الكهربية الساكنة او الكهروستاتيكية يعني ايه كهروستاتيكية او كهربية ساكنة يعني كهرباء ده مكانها ما بتتحركش يعني شحنات مترقمة على اسطح الاجسام طب الشحنات اللي ترقمت على اسطح الاجسام دي هيت جت منين جت بسبب ان في حصل فقد او اكتساب للالكترونات بالتساوي ادى الى ان تكونت شحنات مترقمة على سطح الجسم بتاعنا وهنفهمها اكتر لما نشرح الامثلة اللي في الدرس بالتفصيل هتفهموا اكتر يعني ايه الكهربية الساكنة شحنات مترقمة طيب الكهربية الساكنة دي هيت ازاي بتتكون بحاجة اسمها الشحن او التكهرب يعني لو انا عندي مصطرة او عندي قلم او عندي سوق من الخشب او اي جسم الجسم ده عشان تتكون عليه الكهربية الساكنة او تترقم عليه الشحنات الكهربية بيحصل له تكهرب او شحن بطرق كتيرة هنعرفها طيب ازاي الشحنات دي بقى بتبقى موجودة اللي بيحصل يا ولاد ان احنا عارفين ان اي مادة بتكون من جزيئات والجزيئات بتتكون من زرات طيب سطح المادة برضو عليه زرات صح ولا لأ طيب الزرات دي مفروض يكون فيها تعادل يعني زرات متعدلة لو احنا قلنا يعني الزرات متعدلة يعني عدد الشحنات الموجبة لجوى الزرة بيساوي عدد الشحنات السالبة طيب لما الجسم يفقد او يكتسب الكترونات ايه اللي هيحصل التعادل اللي ما بين الشحنات الموجبة و الشحنات السالبة هيختال يعني عدد الشحنات مش هيبقى مساوي لبعضه هيبقى فيه شحنة اكتر من التانية وفي الحالة دي لما شحنة تكتر عن التانية شحنتها هي اللي تكسب واقول ان الجسم كده مشحون بشحنات كهربية اسمها شحنات كهربية ساكنة او كهروستاتيكية تمام يا ولاد لان الشحنات دي جات منين مجاتش عشان انا وصلت الجسم بالكهرباء لا جات عشان الجسم نفسه فقط او اكتسب فعمل اختلال في الشحنات المجابة والسالبة فكده ترقمت عليه نوع معين من الشحنات بقى هو اللي اكتر فبنسمي الشحنات دي الكهربية الساكنة او الكهروستاتيكية طيب ايه الاجسام اللي ممكن تتشحن اي جسم ممكن يتشحن بشحنة كهربية ساكنة فممكن يكون الجسم ده مصنوع من مواد غير موصلة للكهرباء يعني عازلة زي الخشب زي الورق زي الصوف الحرير الزجاج كل دي اجسام بتبقى بنوع عليها مصنوعة من مادة عازلة او غير موصلة قلنا يعني زمان سنة اللي فاتت يعني ايه المواد العازلة هي المواد التي لا تسمح بسريان الكهرباء من خلالها يعني ما بتخليش الكهرباء تعدي من خلالها او تتوصل طيب ممكن الجسم اللي تشحن بيبقى عليه شحنات كهربية ساكنة يكون مصنوع من مادة موصلة للكهرباء يعني مادة موصلة الكهرباء يعني بتسمح بسريان الكهرباء من خلالها زي مين زي كل الفلزات كل الفلزات بتوصل الكهرباء زي الحديد النحاس الالومنيوم بالاضافة لا فلز واحد بس هو اللي بيوصل الكهرباء اللي هو الكربون يبقى كل الفلزات بتوصل الكهرباء والكربون هو اللي ما بيوصلش الكهرباء بس هنا في حاجة في شرط علشان المواد اللي بتوصل الكهرباء تتشحن بالكهرباء بالكهربية الساكنة او الكهروستاتيكية لازم الجزء المشحون منها يكون معزول ليه اصلي هي بتوصل الكهرباء فانتي لو ما عزلتيش الجزء اللي تشحن هتتصرب لاني هتسمح بصراني الكهرباء من خلالها وبالتالي الشحنات دي هيحصل لها ايه هتتصرب من على الجسم فكده مش هنعرف نشحنه يبقى لازم الجسم المصنوع من مادة وموصلة للكهرباء يكون ايه الشرط انه يكون معزول عشان نقدر ان احنا نمنع تصرب الشحنات الكهربية او الكهربية الاستاتيكية اللي تكونت على الجسم بتاعي طيب النهدة من الكهربية الساكنة بيكون ضعيف جدا مش زي الكهرباء اللي ماشي في اسلاك الكهرباء بتاعتنا وعلشان هي ضعيفة جدا محتاجين جهاز يحس بالكهرباء الضعيفة دي ويأسهمنا فالعلماء اخترعوا جهاز اسمه كولوم ميتر والوحدة وحدة القياس اللي بيقيسوا بيها الشحنات الكهربية الضعيفة دي اسمها كولوم طب ايه ده الجهاز اسمه كولوم ميتر ووحدة القياس اسمها كولوم يبقى اكيد ده اسم حد الكولوم او الكولوم ميتر اتسمه على اسم عالم فيزيائي فرنسي اسمه شارل اوجستان دي كولوم ده يا ولاد عالم فيزيائي العالم ده كان ليه انجازات كبيرة جدا جدا ومن ضمن انجازاته انه حط القانون القانون ده بيقدر يوصف تأثير القوة الكهربية ويسمى على اسمه قانون كولوم او بيسموه قانون التربيع العكسي تمام يا ولاد طيب طبعا هو ليه قوانين كتيره في علم الفيزيائي وده من اشهر القوانين على القوة الكهربية وتكريما للعالم ده سموا الجهاز باسمه كولوم ميتر ويه وحدة القياس كمان على اسمه كولوم تمام يا ولاد طيب نيجي بقى للاجسام ازاي بنشحنها بالنوع ده من الكهربية الساكنة اللي هي الكهروستاتيكية عشان اقدر اشحن الجسم بالنوع ده من الكهربا عندي طرق كتيره من ضمنها طريقتين هناخدهم طريقة اسمها طريقة الدلك وطريقة اسمها طريقة التلامس تمام يا ولاد طيب يعني ايه بقى اشحن الجسم بالدلك يعني اقدر اش حنه بالتلامس ده ايحنا هناخده ان شاءالله في الفيديو اللي جاي تابعوني بازن الله عشان نعرف يعني ايه شاحن عن طريق الدلك ويعني شحن عن طريق التنامس بالتوفيق يا ولاد